بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم عجل لوليك الفرج، مذ أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري، أيامكم سعيدة بحلول عيد مولاتنا فاطمة عليها السلام يوم ولادتها الميمونة إحدى الأخوات من محافظة ديالة تقول دعوت الله سبحانه وتعالى أن أقول هذا الذكر وأنا ساجده أربعمائة مرة فحقق لي الله سبحانه وتعالى دعوتي بنفس اليوم بفضله سبحانه ما هو هذا الذكر؟ تقول وقعت مشاكل كبيرة بيني وبين زوجي وصلت إلى مرحلة الطلاق وبيننا أطفال وأمه أم ليست بالطيبة ليست بالخلوقة هي التي تحاول دائما أن تنشب الخلاف أو تنشب الخلاف بيني وبين زوجي إلى غير ذلك فنذرت لله سبحانه وتعالى إن حلت مشكلتي أسجد بعد صلاة الفاجر وأقول أربعمائة مرة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فلقد سمعت كثيرا بأن هذا الذكر اليونسي هو ذكر النجاة من كل الهموم والأحزان وهو الذكر الذي ينجيك من حال إلى حال كما أنجى نبي الله يونس عليه السلام من بطن الحوت وأخرجه من الهم والغم الذي كان فيه إلى الفرح والسعادة والكرامة الكبيرة وتقول سبحان الله بمجرد أن نذرت هذا الناذر في نفس الليلة وجدت أن زوجي قد تغير وأوقف وأمه يعني عند حدها ولكن بهدوء وقال أتمنى منك من الآن وصاعدا أن لا تفسدي حياتي أن لا تدخلي بها لا أريد أن أضيع زوجتي وأولادي وحياتي وتكلم معها طويلا بهدوء ووفيت بهذا النذر المبارك أربعمائة مرة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وعندما وجدت فيه آثار كثيرة في السجود داومت على هذا الذكر لقضاء أي حاجة فأرى آثار الاستجابة سريعا برنامج صباحات ولا أيامين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام